شبكة قنوات المحروصة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن تحية لكل مشاهدينا وهذا اللقاء المتجدد مع برنامج علماء من بلدي نلتق اليوم وعالم مصري فيزيائي متميز استطاع وبجدارة للعام الثالث على التوالي أن يضم اسمه ضمن قائمة 2% من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم في النشر العلمي في الفيزياء هذا وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية العالمية التي تجري اختيراتها كل عام لأكثر الباحثين ناشرين لأبحاث علمية وفق المعايير العلمية الدقيقة إنجاز بالتأكيد لم يأتي من فراغ جاء بعد مسيرة علمية متخصصة في مجال فيزياء الأطياف وتطبيقتها أبحاثه تخطت 205 بحث منشور بإجمالي 4700 استشهاد ومعامل هرش اتش اندكس 46 بجانب أربع مؤلفات علمية منشورة منفردا وبالمشاركة وبحثه تركزت على موضوعات متعلقة بعلوم المواد الباحث الفيزيائي المتميز أستاذ دكتور عمر عبدالغاني متولي أستاذ فيزياء الأطياف وتطبيقتها المركز القومي للبحوث وكيل نقابة العلميين محافظة الدقاهلية رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتأكيد مسيرة علمية متميزة جدا بنسعد بلقائك النهاردة دكتور شرفتنا وأهلا بك معانا النهاردة في برنامجنا علماء من بلدي الله يخليك أننا الأسعد إحنا في البداية بنحنيها حضرتك ويعني لازم نزف التهاني على هذا الإنجاز العلمي المتميز اللي إحنا قدمنا جزء صغير منه ولسه حنسعد الكثير منه خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله الفائز الفيزيائي المتميز أستاذ دكتور عمر عبدالغاني أستاذ فيزياء الأطياف وتطبيقتها دعنا ننشر الوعي والتطقيف العلمي في نبذة تعريفية عن هذا التخصص الدقيق جدا الفيزياء فيزياء الأطياف وتطبيقتها يعني هي ببساطة شريع جدا الناس بتخاف من كلمة الفيزياء لكن إحنا بنقول إن الفيزياء دي إحنا بنعتبرها علم بيني وعلم من العلوم الأساسية اللي بنقدر نبني عليها مجموعة كبيرة جدا من العلوم كمان وبيساعد في حاجات كتير جدا يعني ممكن يساعد في مجال الصيدلة ممكن يساعد في مجال طب الأسنان في مجال الزراع في مجال كذا ما بنحصرش نفسنا في مكان واحد لكن بنقول إن إحنا علم بيساعد جميع العلوم الأخرى في نهضتها ومساريتها تمام نقدر نقول إن هو الفيزياء الأطياف هي تعد من العلوم البينية بالزبط ده تصنفها ضمن العلوم بالزبط كده تمام إيه العلوم الأخرى التي تتعامل مع فيزياء الأطياف إحنا في الأساس إحنا بنساعد الناس اللي بتبدأ مثلا في حاجة زي المateria their science اللي هي علوم المواد الناس اللي بتشتغل في الكيمياء الناس اللي بتشتغل في استخدامات أو استخدامات بعض المواد في المجالات الصناعية المختلفة المجالات الطبية المجال الحيوية في مجالات كتيرة جدا آه تمام لكن أغلبها بكون تصنيعية طبية كيميائية بالزبط في مجال العلوم Volume مواد العلوم زي ما أحددت بالزبط كده طيب يعني لو تحدثنا عن النشر العلمي ودوره في دعم وثق للباحث وكافية تسويق البحث في ظل طبعا العولمة الموجودة في العالم حاليا والله هي الدولة خطط خطوات واسعة جدا في القصة دي وبعدين المقيس بتاعة العالم كلهم اللي من ضمنهم مقياس جامعة ستانفورد اللي موجودة عندي بيدينا إشارات كبيرة جدا على الوضع اللي موجودة في البلد في الفترة أو في ثلاث سنين الأخرين مجموعة البحث التي تقيمت وطلع على أساسها التصنيف ده ده مش نتاج السنة دي ده إحنا بنقول إن هو ده نتاج سنة أو سنتين فاتوا قبل كده شغل سنة أو سنتين قبل كده وبدأت نتاجه تظهر في الفترة الحالية أول تصنيف تعمل من التصنيفات بتاع السنفورد ده من حوالي ثلاث سنين ده تلت مرة يبدأ يطلع فيها التصنيف في المرة الأولانية لو جينا نبص كانت في الفترة اللي هي بتاعت سنة 2019 عدد البحثين اللي من مصر اللي كانوا موجودين من القايمة من ضمن 180 ألف بحث كان عددهم تقريبا في حدود 230 لـ 280 واحد السنة اللي بعدها اتطور العدد ده وزاد وصل لغاية 380 عالم من جوى مصر في نفس القصة السنة دي فيه 661 موجودين في ضمن القايمة بتاع السنفورد ده تضاعف العدد بالضبط فده إن دل على حاجة بيدل على كمية شغلة عملت في الفترة اللي فاتت دي كلها طبعاً وحصاد طلع وظهر للناس مش عندنا احنا مش احنا اللي بنقيمه لأنه ممكن أقول إن يعني مقاييس التقييم عندنا متفاوتة ومتواربة لكن لا ده ده مقاييس عالمية ووضع موجودة في البلد فعلاً ده بالنسبة للباحث نفسه بالنسبة للأستاذية الجماعات والباحثين لكن بالنسبة للجامعة نفسها ومراكز البحث إزاي بيرفع تصنيفها أيضاً بيكون لدور في رفع تصنيفها التصنيف اللي بيتعمل فيه أكتر من طريقة للتصنيف سواء في الجماعات المصرية أو في أي جماعات تانية والمراكز البحثية مش من ضمنها بس النشرة اللي موجودة عندي لأ ده بيدم كمان براءات الاختراع الممنوحة سواء كان دولية أو محلية بيضم كذلك جودة التعليم للطلاب اللي موجودة في الجماعات يعني فيه أكتر من مقياس فيه كمان إنت استعانة المجلات أو الدوريات أو دور النشرة العالمية بمجموعة الباحثين اللي موجودة في تحكيم البحوث فيه مقاييس كتير جداً بتتحطي وبتندرج عشان نقدر نعمل التقييم ده تمام هستغذنك وهتوقف شوية عند منهج التفكير العلمي وثقافة الابتكار وبما أن احنا بنتكلم عن فيزياء الأطياف فخلينا نقول أن يعني إزاي بيكون فيه ربط ما بين العلوم وهذه المناهج الفلسفية طيب هو أولاً إحنا في حالة نقلة نوعية تنقلت لها البلد أو تنقلنا فيها في الفترة الأخيرة تمام الناس بدأت تعيد صياغة وتفكير لمنهج البحث العلم بمعنى إيه؟ أن أنا لوحدي ما قدرش اشتغل طبعاً خلت بالك أن العلوم كلها مش في مجال واحد لا ده العلم اللي موجود عندي عشان أقدرها وصل لحاجة معينة لازم أستعين بفلان وفلان وفلان في مجالات مختلفة خالك عايز تقول أن كل العلوم أصبحت علوم بينية؟ بالزبط بالزبط خلت بالك طبيب الأسنان على سبيل المثال لما يحب أن هو يعمل مادة يستخدمها في حشو الأسنان ما هو ما بدرش يعملها هو بيستخدمها لكن لازم يلجأ لمتخصص في تصنيع المواد دي يصنع المادة لازم يلجأ لواحد زي الفيزيائي أو الناس اللي هي بتشتغل في مجال الفيزياء عشان يعمل عليها الاختبارات بتاعة الصلابة وتحمل الحرارة وتحمل كذا خلت بالحرارة دي لازم يلجأ لناس فأكتر من فرض وأكتر من مجال بيخشوا مع بعض عشان يدوني في النهاية منتج أقدر أن أنا أسوأ ونقدر أنه يبقى منتج تطبيقي أستخدمه سواء في مجالات الطب أو في مجالات الصناعة جميل هتوقف عند محطة متعلقة بحضرتك ألا وهي مشروع الخلايا الشمسية يعني هستأذنك تحدثنا عنه كثيرا إحنا في الفترة الأخرانية مش عندنا في مصر بس في العالم كله فيه مشكلتين أساسيين الموارد المائية والطاقة الشمسية أو اللي احنا بنسميها الطاقة عموما يعني الوقود الموجودة اللي احنا بنسميه الوقود الحفوري أو اللي هو البترول اللي موجود عندي هو احنا بنقول إن احنا متجعين في اتجاه إلى زوار فلازم يبقى فيه مصادر بديلة المصادر البديلة اللي احنا بنقدر نستخدمها الحاجة اللي موجودة عندنا في مصر وبكسرة اللي هي طاقة الشمس ربنا ادنى النعمة دية وموجودة فلازم إن هي تستخدم الفكرة إن احنا برضو زي ما قلت لحرارك إيد لوحدها ما تسقفش لازم فيه أكتر من مجال بيشتغلوا مع بعض احنا من المركز القومي للبحوث مجموعة عمل مع مجموعة مشاركة من جامعة المنصورة زميل لنا مع مجموعة من جامعة الجامعة الأهلية في المنصورة الجديدة وده يعني منقول إنها جامعة من الجامعات النشأة الوعدة لأنها بتضم فيه سناياها مجموعة من الناس اللي عندهم استعداد إن هم يبقى فيه إنتاج وطلبة لنا طبعا من طلبة الماجستير والدكتورة الموجودين في الجامعات دية بنحضر مواد تنفع لاستخدامها كمصادر لي بنقول إن احنا نستخدمها في تصنيع الخلايا الشمسية بحيث إن احنا نستفيد من الطاقة الموجودة عندنا ومتوفرة على مهضرة إن احنا نعتبر إنها مهضرة ودرعا نحاولها للطاقة نخزنها ونقدر نستخدمها كبديل للوقود الأحفورية هذا المشروع ما زال في إطار البحث ولا ممكن أنه يظهر للمحادي ده مشروع من صندوق تنمية العلوم بيتشارك فيه التلات مؤسسات اللي قلت الحالك عليها دي مشروع جاري جاري حاليا طبعا بس طبعا هو بيعتمد على خبرات سابقة ومحص سابقة احنا بنكمل شغل لكن هي الدولة بتدعمنا أو صندوق تنمية العلوم بيدعمنا في الحكاية لا شك إنه سيكون له عائد كبير جدا على الدولة المصرية بالطبع في كافة المجالات العلوم والاقتصاد وكل شيء بالزبط تمام هنتقل مع حضرتك وحرجى حضرتك لسنين ورا وأستاذ دكتور عمرو عبدالغاني أكثر من 20 عام مشروعات محلية ودولية كباحث رئيسي وباحث مناوب وعضو وتقديم أربع كتب علمية منها 102 تقريبا منفرد صحيح وبالمشاركة أيضا مع آخرين وأيضا ثلاث براءات اختراع عن استخدام أنواع من الزجاج في تنقية الميناء واستخدام أنواع من الزجاج كمرشحات ضوئية واستخدام الموارد الطبيعية من جبال البحر الأحمر حدثني عن الأبحاث التي قدمتها وتركت بصمة من خلال براءات الاختراع هو احنا في الأساس الشغل اللي عندنا منبدأ من أول تصنيع المواد اللي احنا بنقدر نستخدمها أو نوظفها لبعض التطبيقات المختلفة تمام يمكن لكل حاجة من الحاجات دي قصة صغيرة بنحاول أن احنا نستفيد من الموارد أو ريسورسز اللي موجودة حولنا في البيئة اللي احنا موجودين فيها على سبيل المثال احنا في المشروع اللي احنا بدأنا نشتغل فيه بتاع الأحجار بتاعة سينة أخدنا نوع معين لأنواع الصخور اللي موجودة عندنا وبلغ أن احنا نستخدمه كمحفزات في بعض التفاعلات الكيميائية تمام الاستخدام ما بيجيش مباشرة لازم في الأول بنختبر المواد دي من حيث قدرتها بنعمل لها بعض التحاليل لغاية ما نوصل لغاية النتاج اللي احنا بنشوف أن هي مناسبة أننا نستخدمها وبنطبقها فعلا في بعض التفاعلات الكيميائية يمكن عشان تحسين المنتج الموجود وكفاقته في هذا البحث احنا يمكن حصلنا على أن بناخد مجموعة من المواد المتفاعلة نسبة الناتج النهائي كانت لا تتجاوز الـ 40% من قيمة المدخلات ومع وجود العام الحفاظ اللي احنا استخدمها من هذه الصخور قدرنا نوصل نسبة كفاءة في حدود 85% ممتاز فده على هذا الأساس أنا عندي مادة فعالة في دواء بانتجها أصبحت الكيميائية اللي بانتجها أكبر هينزل في سعر الدواء طبعا هيقلل في سعره هيزود في كفاءة أداؤه على سن النقاة بتاعتها تبقى أكبر طبعا بالتأكيد لما إحنا بنسمع أن هناك عالم مصري قدم براءة اختراع وأن هذه البراءة هتخدم المجتمع بشكل عام بنشعر أن هناك أمل كبير جدا في مستقبل مصر ومستقبل الوطن إذا ما دعمنا هؤلاء الباحثين وده يخليني أرجع لي الفيزياء البينية والبينية التحتية البحثية من خلال دعم المشروعات البحثية وإزاي بنستفيد من نتائج ومخرجات البحوث العلمية لخدمة المجتمع المدني والصناعة ويمكن حضرتك حصلت على جوائز وشهادات تقدير من المركز القامل البحوث في المخرجات البحثية عن أعوام 2011 و12 و13 أيضا كما هو مدرك فيه السيرة الذاتية الخاصة بساعتك حدثني عنها أولا أنا عايز أقف عند نقطة الدعم لي أنا بقول إن الدعم بيبدأ من هنا من عندكم تمام الناس مش هتعرف إن أنا عندي منتج بعمله ولا إن أنا في عندي حاجة كويسة بعملها ولا إن في حاجة هبدأ أتحرك منها إلا من خلال الأعلام صحيح الأعلام بيقدم صورة على الحاجة اللي موجودة عندنا وده إحنا بنعتبره الدعم الأول أو الصف الأول في عملية الدعم هبدأ من هنا أتحرك ده دورنا يا فنم بالضبط ده أنا هبدأ من هنا أنا هبدأ من هنا أنا بنزل بنزل المصانع بروح للمصانع قالوا هم أنا عندي المنتج الفين أنا أقدر أعمل كذا وكذا 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 بسوأ لنفسي بسوأ للمكان اللي أنا موجود فيه أنا موجود أنا بعتبر نفسي أن أنا موجود في أكبر مؤسسة علمية موجودة في البلد نعم أو في الشرق الأوسط بفيش مؤسسة علمية فيها عدد البحثين اللي موجودين في المركز القومي للبحوث لأ ده أنا كمان المعهد اللي أنا موجود فيه أو هلوها بنسمي معهد البحوث الفيزيقية في مجموعة أقسام تعادل الجامعة بالكامل أو تعادل كلية بالكامل في جميع التخصصات نعم أنا ما نفردش لوحدي ده باعتمره نوع من أنواع الدعم طبعا أنا لي زملاء دعموني أول ما بدأت أشتغل وأنا ما بقدرش أنسى القصة دي ده نوع من أنواع الدعم الدولة في وقتنا الحالي بتدعم البحث العلمي بشكل كبير جدا أنا يعني في التلات سنين الأخرين أنا شفت عندنا في المركز مجموعة من الأجهزة والخدمات اللي بتقدم للبحثين ما كانش موجود قبل كده بالإضافة لأن هي الدولة فيه يعني بتدعم النشر العلمي البحثين ودي كانت أكبر مشكلة بتقابل الناس على أكبر نشر اللي هي دار نشر سبرينجر فيه اتفاقية معمولة بحيث أن تكاليف نشر البحث الواحد اللي بتتكاوز من ألف لألفين لتلات تلاف دولار على حسب نوع المجلة بتتكفل بها الأكاديمية بتدفع هذا عن البحث اللي موجوده وبتشيل عنه حمل كبير جدا كان بتكلفه بالإضافة للمحث الأخرى اللي كان يصرفه ده نوع من أنواع الدعم فأنا عندي أشكال كتير جدا من أنواع الدعمة سواء كانت دعم مادي بيجي من الدولة أو دعم معنوي بيجي من الإعلام زي ما موجودة أو دعم معنوي برضو زي اللي بيجي لي أو دعم لوجستي زي اللي بيجي لي من زمال اللي موجودين اللي أنا بشتغل معهم هو ده اللي بيخليني في النهاية أكون قادرة على العمل والإنتاج وأنا أحصد جوائز أيضا بالزبط أنا حتحدث عن هذه الجوائز لكن أنا عايزة أستكمل فكرة دور الدولة ويمكن الدولة زي ما لها دور مع أبنائها في الدعم زي ما قال دكتور عمر الدولة لها كمان دور في أن هي تكون منارة للعلوم بالنسبة للتعاون الدولي والكوادر المال بتأهلها من خارج الوطن وده اللي خلّى الدولة تتقدم بمبادرة إدرس في مصر لأول مرة أحد العلماء يتحدث عن هذه المبادرة هي المبادرة دية كانت حاجة لطيفة جدا لما بدأنا نسمع عنها في أول مرة من حوالي سنتين تمام كان في مجموعة من الطلاب الوافدين بيجوا لدراسة العلوم والطب ومختلف أنواح العلم في مصر تمام المبادرة دية بيسجل فيها الطالب من أي دولة من الدول الموجودة أنه عايز يجي يدرس في مصر وبيتوفر له ظروف المناخ المناسب بحيث أنه هو يجي يدخل على جامعة من الجامعات المصرية ويدرس فيها تحت إشراف مجموعة من الباحثين أو مجموعة من الأكاديميين المصريين تمام اللي احنا شفناها من خلال هذه الفترة أن هي قوت فعلا الروابط ما بيننا وبين مجموعة الدول حوالين من هنا يعني احنا بيجي لنا وفدين من دول زي اليمن زي العراء زي ليبيا زي سعودية زي كويت دول كتيرة جدا من الدول العربية اللي حوالين منها مش عايز أقول إن احنا بنخرج من جو عزلة كنا موجودين فيه وإن احنا بعادة عن الناس اللي حوالين مننا القصة دي قربت الناس من بعضها الناس دي فيه ناس منهم خلصت ماجستير ودكتوراه ورجعوا بلدهم نشاء الله احنا لسه على اعتصال بيوم لغاية دلوقتي منهم اللي بقى رئيس قسم منهم اللي بقى عميد كلية منهم اللي بقى كذا تقلدت من ناسب في بلدهم بالضبط بالضبط فدول أنا أنا باعتبرهم إن ده السند والظهر خارج البلد ده هي ده هي في أي مناسبة في أي وضع الناس دي بتذكرنا وبتذكرنا وبتتكلم عننا كويس جدا أنا مهما تكلمت قدام الناس عن نفسي مش هقدر إني إلى الصورة اللي أنا عايزة أوصلها لكن لما بيتكلم حد تاني عني شاهدتي مجروحة لنفسي بالضبط لكن لما بيتكلم حد تاني عني بين إلى الصورة اللي الناس كلها والناس بتصدقهم ده بالتأكيد طبعا فخلي الآخرين يتحدثوا عنك ما تتكلمش عن نفسك آه تمام وطبعا دي دعوة لكل العلماء والبحثين من خارج مصر أن هم يدرسوا في مصر وأعتقد أن هذه المبادرة لها أهداف كثيرة جدا ليس فقط أهداف علمية بزبطة لا أهداف سياسية أهداف علمية يعني إحنا اللي يهمنا منها الجانب العلم أو اللي إحنا بنهتم به وبنحاول أن إحنا بقدر الإمكان نحسن الصورة بتاعة البلد قدام الناس اللي بتيجي من بره نعم وخاصة الصورة العلمية هنتقل به الفيزياء والتكنولوجيات الحديثة والابتكار وإحنا داخلين أو يعني خلاص إحنا كلها أيام قليلة ونبدأ مؤتمر المناخ كوب 27 وأعتقد أن الكثير من العلوم لها دور في التصدي لأثار هذه الظاهرة السلبية التغارب المناخي طيب هو يعني 120 دولة 120 رئيس دولة موجودين على أرض الوطن عدد من الناس يعني أنا مش قادر أقولك العدد العدد يتجاوز العدد كام ده إن العدد كبير جدا موجودين على أرض الوطن نعم ده إنجاز ده في حد ذات وإنجاز ده الرقم لوحد وإنجاز بالضبط كده الكلام ده ما بيحصلش في أي مكان على سطح الأرض فالترتيب له كان منظم من فترة زمنية طويلة صاحبه أعدادات كتير جدا جوه البلد هنا ندوات ورش عمل نحية بالتوعية ودي أهم حاجة في ناس كتير جدا يعني يعني مش قادر أقول إن هم بيغفر عنهم الحاجات اللي ممكن تكون بتؤدي إلى هذا الوطن أو بيشاركوا فيها نعم في مبادرة توجه للأخضر موجودة أيوة دولة متبنية اتحضر للأخضر بالضبط عشان نقضع التلاوث حاجة زي كده بدأت في البلد خلص أنا انتهيت إن أنا هشجع السياحة وإن هيبقى فيه والناس هتيجي وهتشوف البلد شكلها عاملت إزاي وإن الفنادق نسبة الإشغال فيها هتعلق الحاجات دي كلها أنا ماليش دعو بيها أنا أنا بتكلم عن المرضود اللي هيبقى بالنسبة لي من البوزرات المختلفة 1500 وزير و40 ألف مشارك داخل هذا المؤتمر فقط دي أرقام فقط نتحدث عنها بالضبط أبعدها ده موضوع آخر فيه نقلة تانية كمان يمكن أنا سمعت عنها إن هيبقى فيه حتى وسائل الموصلات الموجودة هتبقى بتعتمد على وسائل طاقة مختلفة عن الوقود الأحفوري اللي موجود بتنقل الناس اللي موجودة جوة المؤتمر نعم يقال إن كل المدينة هناك مدينة نظيفة بالضبط نعم خذها فدي النقلة أنا استفدت منها نتوقف قليلا مع هذا الفاصل عن المؤتمر ونعود بعدها نستكمل لقاءنا مع أستاذ دكتور عمرى عبدالغني ودور الفيزياء في التصدي لهذه الظاهرة المناخية اشتركوا في القناة 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 نشوف هذا الفاصل عن المؤتمر كنا نتحدث عن مؤتمر المناخ ودور الفيزياء في التصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة ان حضرتك الاسبوع الماضي بالفعل كنت تقدمت وشاركت في احدى المؤتمرات بجامعة الفيوم متعلق بهذا الشأن احنا من خلال اللجنة الوطنية وجامعة الفيوم فعلا الاسبوع اللي فات استضفنا دكتور عرف صبري أستاذنا وصديقنا العزيز في اللجنة عشان نعمل الندوة فعلا عن دور الفيزياء في التغيرات المناخية الموجودة حاضر في اللجنة دي تلات محاضرين من جامعة القاهرة ومرصة حلوان ومن المركز القلم البحوث وتناولوا من خلالها تأثير التغيرات المناخية وعلاقتها بالفيزياء اللي موجودة نعم وستخلصنا منها ان احنا في عندنا مجموعة من قراء حوالين الموضوع ده ان التغيرات المناخية أثر عليها التطور الصناعي والزراعي التطور الصناعي اللي موجود في الدول الخليجية استخدامنا الخاطئ لبعض المصادر زي الوقود زي التكييفات زي الصناعة المداخل يعني الحاجات اللي احنا بنعتبرها أساليب خطأة يجب توجيه الناس لها للإبتعاد عنها بالأضافة لكده كان في معانا محاضرة من الدكتورة مجدى محبة من مرصد حلوان شاركت فيها بدراسة عن التغيرات المناخية اللي بتحصل من منظور فيزيائي وإن فيه دورات بتحصل وتغيرات مناخية بتحصل على الأرض بصفة دورية موجودة عندنا بالإضافة كمان للتغيرات اللي بتحصل لنتيجة الملاوسات المختلفة كل البيانات اللي بتتجمع عندنا زي البيانات بالضبط اللي هي بتاعة الأرصاد إن احنا بنقول درجة الحرارة بكرة هتبقى كذا إن الوضع هيبقى شكله كذا فيه ارتفاع ملحوظ فيه رياح فيه مطر زي النهاردة القصص دي كلها بتيجي من خلال إن احنا بنوظف العلم الفيزياء بندخل مجموعة داتا كبيرة جداً وبنستخدم الارتفيشال انتليجنس أو اللي هو الزكاء الصناعي بحيث إنه هو يدينا مقترحات أو الوضع شكله هيبقى عامل إزاي في المستقبل فبنقدر نتنبأ بالوضع شكله عامل إزاي ودي كانت برضو محاضرة من ضمن المحاضرات اللي موجودة في الندوة بتاعة الفيوم كانت ندوة مفاقة حضر فيها السيد المحافظ وسيد رئيس الجامعة بالإضافة طبعاً لأستاذنا الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لدراسات العديدة البحوظة تمام أستاذ دكتور عامل عبدالغني رئيسة لجنة الوطنية للفيزياء وأيضاً وكيل نقابة العلميين بمحافظة الدقاهلية لابد أن نتحدث عن دور النقابة في خدمة الأعضاء والمجتمع المدني الصناعي في محافظة الدقاهلية والدور المنطبها النقابة طبعاً بتضم مجموعة كبيرة جداً من اللي احنا نسميهم العلميين اللي بيشتغلوا في مجالات مختلفة في مجالات الكيميا موجودين في المصانع من موجودين في محطات تحليق الميا أو تنقية الميا الموجودة بيشتغلوا في شركة الكهرباء وفي شركات الأسمدة في الطب الشرعي في مجال التحليل الطبية ففيها فرايتي أو فيها أنواع مختلفة ومتنوعة جداً من النشاطات أو من الناس اللي بتشتغل في مجالات مختلفة في كل مكان عشان أقدر أوفق ما بين الناس دي كلها وديلها رابطة يعني هي مش في المقام الأول مش إن أنا هعمل رحلة أو إن أنا هعمل كذا لا ده المفروض إن الناس دي كلها بتعمل على توعية الجمهور اللي حولين منه فبنظم يعني فيه تنظيم ندوات باستمرار تقريباً مش عايز أقول حرارك في الشهر مرتين ليه التوعية بنقرب الناس أعضاء النقابة اللي موجودة بنخلي علاقتهم أو صلاتهم بيها مستمرة بدلاً ما هم مبتعدين عنها جميل جداً بيبقى فيه عمليات توعية للموضوعات مختلفة مجموعة من المحاضرين بييجوا طبعاً مش عايز أقول إنهم متبرعين إنما طبعاً فيه ناس بتلاقي نفسها في إن هي تقدم خدمة للجمهور اللي حولين منها فيه قوافل طبية بتتعامل من خلال النقابة برضو نفس القصة نشو مجموعة جبيرة جداً من النشاطات بتتم بحيث إنها تخدم المجتمع أو المكان اللي احنا موجودنا حوالي منه طبعاً نفس القصة موجودة في النقابة الرئيسية في القاهرة هنا نعم الحقيقة إن أستاذ دكتور عمرو عبدالغاني حصل على العديد من الجوائز في رصيده البحثي والعلمي الفيزيائي المتميز قبل ما اختم مع حضرتك تحب تتوقف عند إحدى الجوائز اللي حصلت عليها وتحكي عنها طبعاً يعني فيه جائزة يمكن من ضمن الجوائز دي اللي هي جائزة المرحوم الأستاذ دكتور أمي لطفي دي جائزة من أكاديمية البحث الأمي والدكتورية دي جائزة من جوائز الأفراد الميزة في الجائزة دي إنه بيتقدم للمنافسة عليها مجموعة البحثين في مصر كلها من الجامعات المصرية والحكومية والعيلية والخاصة أي حد شغال في مجال البحث يمكن أنه يتقدم على هذه الجائزة فالمنافسة فيها بتبقى يعني شرسة آه بالضبط كده في هذه السنة أعتقد أن هي كانت مناصفة مع زميل لنا من جامعة جنوب الوادي وكان فيها شغل كويس جداً أو كانت مجموعة البحثة المعروض فيها كانت كويسة جداً موفق فندم دائماً أستاذ دكتور عمر عبدالغاني أستاذ فيزياء الأطياف وتطبيقتها آآ يعني إرحلة طويلة من العلم والتعلم آآ بأقل الإمكانيات وأعظم النتائج وإضافة إلى التكريمات والجواز التي حصل إليها نضيف تكريم ولو بسيط ومتوضع من برنامجنا علماء من بلدي لضفنا العالم المتميز أستاذ دكتور عمر عبدالغاني نتمنى أن أحرك تقبل هذه الهدية المتوضنة من برنامجنا إسلام يا ربا شكراً جزيلاً كل شكراً حضرتك إسلام يا ربا إحنا شرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة في برنامجنا العالم المتميز أستاذ دكتور عمر عبدالغاني اللي شرفنا النهاردة في أستوديو سبع على الهواء مع ضفنا أستاذ دكتور والعالم عمر عبدالغاني كل الشكراً لك يا ربا شكراً جزيلاً أشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا وسعيدنا بوجود ضفنا معنا النهاردة في الأسبوع القادم سنكون معكم وعالم جديد في علماء من بلدي رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة